موسيقى زي حضراتكم عاملين ايه كله تمام بقى الاخ المزيع بتاع البرنامج ده في المقدمة قال لك انه احنا عندنا قوة حيوية شديدة النشاط سياسيا او الحيوية السياسية بتاعتنا مزهلة من 2014 حتى هذه اللحظة صح؟ لكن قلت لك تبدت هذه القوة السياسية المصرية في الجولة الاخيرة من جولات الصراع العربي الصهيوني مش بتكلم انها الاخيرة تاريخيا يعني على يوم الدين اتمنى انها تبقى دي الجولة الاخيرة يعني لكن حتى هذه اللحظة تبدت القوة المصرية في هذه الجولة اللي هي اللي بدأت مع عملية نفان الاقصى في 7 اكتوبا وحتى هذه اللحظة انا واحد من الناس ما كنتش اتصور ان احنا عندنا كل هذه القوة السياسية حقيقي يعني طيب ده معناه انه مصر بهذه القوة هي ليست في الملف الفلسطيني فقط وحسب وانما مصر اللي لديها نجاحات سياسية وديبلوماسية على مواندر 23 تستحق مننا كلنا في التوقيت ده بالذات ان احنا نطلع عليها وننظر اليها ونركز جدا خليني هنا ارحب وبشدة بدكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسية بجمعة القاهرة منورنا دكتور شكرا يفنم شكرا يسبيرو بني اكرمك يفنم بني اكرم حضرتك الحيوية السياسية المصرية اتساع الدوائر الحيوية المصرية كان عندنا قبل كده الدوائر الكلاسيكية بتاعتنا وعلى ما يبدو ان احنا اصبحنا كمان بنضيف اليها دوائر جديدة قد يكون من ابرزها دائرة شرق المتوسط مع تدشين المنتدى وصححني لو انا غلطان انا مجرد مجتهد فلست استاذا في العلوم السياسية ولا في حجم حضرتك وده اللي هيخليني هفتح يمكن الاول الكلام على الشكل العام للنجاحات السياسية والديبلوماسية المصرية في عشرين تلاتة وعشرين تحديدا وكأنه حصادا لهذا العام طبعا يعني بداية بشكر حضرتك على الاستضافة وتحياتي لكل من كانت له اياد بيضاء وراء هذا البرنامج المتميز في الحقيقة وتحياتي للمشاهدين الكرام يعني في الحقيقة السياسة الخارجية المصرية اخذت منذ عشر سنوات تقريبا تحدث نوع من التحولات النوعية وهذه التحولات اهمها زي ما حاك تفضلت وقلت هو اما اعادة احياء دوائر كانت يعني ضعيفة كانت يعني قد لفظت ربما انفاسها او على وشك ان تلفظ انفاسها الاخيرة وهنا اعني تحديدا الدائرة الافريقية التي كانت يعني في غرفة الانعاش لمدة لا تقل عن ربع قرن 30 عام صحيح هناك وجود مصري لكن ثم تفارق ما بين ان يكون هناك وجود مصري حتى لا يدافع البعض كما يدافعون احيانا نحن لم نغب عن افريقيا نحن كنا موجودون ثم تفارق ما بين ان نكون موجودون وما بين ان تكون مصر هي الدولة القائد الدولة الربان بايلوت ستيت الدولة المحورية بايفوتال ستيت كما كنا سابقا القرار السياسي الافريقي كان في الخمسينيات والستينيات وربما حتى فترة من السبانيات يصنع هنا في القاهرة وكانت القاهرة هي قبلة وام وجبهة القرى الافريقية فبداية بدأ يعاد احياء الدائرة الافريقية واعتقد الآن اننا موجودون بشدة وبقوة في صدارة الدائرة الافريقية ايضا بدأ واضحا اننا نقوم بتجين كما تذكرت تفضلت حضرتك وتأسيس دوائر اخرى غير موجودة الدائرة المتوسطية كانت موجودة منذ القدم وربما رسالة الماجستير بتاعت اللي عملتها وانا معيد ادي كده انا معيد صغير ادي كده من 96 الى 98 بعنوان الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ده كان عنوانها يعني انجستها سنة 98 ولكن فكرة ان يكون لدينا دائرة في شرقي البحر المتوسط وهذه الدائرة مرتبطة بالامن الطاقوي المصري وهذه الدائرة انتبهت لها القيادة السياسية المصرية الحالية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الاولى وبدت خطوات الرئاسة المصرية وكأنه مهرولا وراء هذه الدائرة دائرة شرقي البحر المتوسط وضرورة ان يكون لمصر تأمين لما يسمى امن الطاقة او الامن الطاقوي المصري والتحرك السريع المصري جعل لمصر اليد العليا او اليد الطولة في هذه المسألة حتى قبل انشاء منتدى غاز شرقي البحر المتوسط ثم بعد ذلك وقطعنا الطريق على عدد من القوى الاقليمية يعني ربما لا داعي لذكرها بشكل مباشر لاننا الان اصبحنا ننفتح عليها بمسألة التطبيع واعادة العلاقات مرة اخرى نحن من نصفر المشاكل معنا بالضبط احسان تفكرة تصفير المشاكل نحن من نصفر المشاكل ونحن من نتبنى بحق سياسة zero problems او تصفير المشكلات اعود مرة اخرى الى فكرة تأسيس دوائر في السياسة الخارجية المصرية وهنا تبدو الدائرة الاسيوية تاريخيا مصر كان لها حضور في القرى الاسيوية لكن لم يكن لها اطلاقا باستثناء الدائرة العربية يعني هنا اريد ان اقصي المنطقة العربية من اسيا الصبت كده طول عمرنا عندنا دائرة عربية وتحركات الدبلوماسية المصرية في عام 23 في الدائرة العربية هي الاهم رقم واحد بالمناسبة تاليها الاوروبية تاليها الافريقية ثم الاسيوية ولكن اللافت للنظر هو ان مصر بدأت تؤسس دائرة اسيوية غير عربية بمعنى ان يكون لنا امتدادات في القرى الاسيوية وهذا امر طيب جدا محمود جدا على عدة اصعدة ليس فقط على صعيد السياسة واكتساب حلفاء جدد وان يكون لنا ظهير في تحالفات سياسية اسيوية مهمة جدا في علاقاتنا مع ملفات اخرى ولكن على الصعيد الاقتصادي على الصعيد التكنولوجي فضلا عن اصعدة اخرى مرتبطة بالامن القومي المصري في المنطقة العربية والافريقية والتي لها لبعض هذه الدول الاسيوية مصالح موجودة في هذه المنطقة اذا اول ما يلفت النظر في عام 23 ربما من نجاحات شديدة هو اما الاستمرار في احياء دوائر مهمة على رأسها الدائرة الافريقية وهنا مصر لا تريد مجرد احياء الدائرة الافريقية ولكن تريد العودة الى زعامة افريقية مستغلة الرصيد التاريخي المصري العظيم في القرى الافريقية مصر هي مؤسسة حركات التحرر الوطني ورعيتها مصر هي مؤسسة ما كان يسمى منظمة الوحدة الافريقية والتي اصبحت الاتحاد الافريقي لاحقا مصر هي التي كانت داعمة لكل حركات التحرر من الاستعمار مصر هي التي كانت تساند وبقوة حركات التحول الديمقراطي وانشاء الاحزاب في كثير من هذه الدول الخبرة المصرية في القرى الافريقية ليست خبرة عادية وبالتالي فكرة احياء الدائرة الافريقية ثم تأسيس دوائر عمل جديدة على رأسها دائرة شرقية البحر المتوسط والدائرة الاسيوية طيب يمكن كلفت للنظر جدا بالنسبة لي في 23 ان مصر اجتهدت جدا فيه مش بس مسألة بقى تصفير مشكلتها مع دول اذا كانت خارج الاقليم او حتى بعيدا عن الاقليم زي ما بيت قال لكن مصر اشتغلت على ايجاد علاقات جيدة ما بينها وما بين دول هذه الدول فيما بينها البعض ليست على وفاق بكين وواشنطن في 23 مصر اصبحت متعددة القبلات بوضوحة وتعلم جيدا من هو الشريك السياسي ومن هو الشريك الاقتصادي ومن هو الشريك العسكري وما الى ذلك فاصبح في عندي قبلة في بكين وقبلة في واشنطن وقبلة في باريس وقبلة في برلين وقبلة في اليابان في توكيو يعني وما اظنش انه العلاقات المصرية اليابانية كانت اجود مما هي في حالها الآن حجم العلاقات والشراكات والبروتوكولات اصبحت اكتر التساعة ابدا لم تكن سيئة لكنها كانت عادية ليست فاترة كانت عادية نعم لكن هذه التعددية في القطبيات المصرية والحفاظ كل الحفاظ على انه نحن لسنا طرفا في خلافاتكم ده لا نعايز افهمه بعض الفوصل